أهلاً بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الأعدادي وأقول حلقات الترم الثاني لهذا العام نتمنى لكم جميعاً أن تكونوا قد اكتستم امتحاناتكم للترم الأول بنجاح ونتمنى أن تكون رحلة التعلم الخاصة بكم في الترم الثاني أكثر إمتاعاً وأكثر إثماراً في حياتكم العملية لنبدأ مع بعض الحلقة التعلم أولاً نبدأ مع بعض الحلقة التعلم زي ما احنا متعودين دائماً مع بعض بنبدأ بأهداف التعلم أول حاجة هنبدأ نعملها سوف نتعلم بعض المفردات اللغوية الجديدة الثاني هو سأقرأ عن التسوق عبر الإنترنت الثاني هو تالت حاجة هتكون لتعلم عن زمن المستقبل البسيط سأبدأ سأبدأ نسمعنا 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 التكنولوجيا والمستقبل الوحدة بتاعتنا اسمها التكنولوجيا والمستقبل سأتحدث عن بعض المفردات اللغوية والمستقبل البسيط يعني هنتكلم عن بعض الاختراعات التي تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة والمستقبل القادم أول حاجة هنبدأ بتعريف بعض المفردات اللغوية الجديدة to translate translate means in English to change from a language to another language translate معناها يترجم أنك بتغير من لغة إلى لغة أخرى يبقى to translate أنك to change from a language to another language تغير من لغة إلى أخرى The second definition is an app We all know the apps كلنا عارفين ال-app What's an app in English إيه هو ال-app باللغة الإنجليزية أو what is the definition إيه تعريف كلمة app A program that you use on your mobile هو عبارة عن برنامج بتستخدمه على الموبايل بتاعك فإسمه app يبقى هو program on the mobile that you use Number three Headphones What are headphones يعني إيه ال-headphones We all know the headphones in Arabic كلنا عارفين طبعا بالعربية ال-headphones اللي هي السماعات طب in English The definition is a set A set He has Which is used to listen to music and you wear on your head He has ترتدي على رأسك وتستمع فيه إلى الموسيقى Another definition A motorbike We all know the motorbike إحنا عارفين دراجة البخارية But in English it is يعني باللغة الإنجليزية هي A machine for transport هي وسيلة نقلة and has two wheels and an engine فيها محرك وعجلتين فقط اللي هي الدراجة البخارية أو الموتوسيكل Okay Another definition Helicopter What's helicopter? In English A machine for transport that flies Using blades like a van On its top هي الهليكوبتر اللي احنا عارفينها لها الطائرة الهليكوبتر هي مقالة للنقل تطير وفيها شفارات عملة ذي شفارات المروحة على القمة بتاعتها The last definition is a headache A headache A pain that you feel in your head هو ألم تشعر به في الرأس It's a headache اللي هو الصدا Now we are going to match the sentences with a picture We have four pictures A jacket A headphone Something like a helicopter We will see what is it And a root The first sentence is When these headphones hear another language They can translate it into your language It's weird شيء غريب جدا بيقول لك لما تسمع السماعات دية لغة تترجم لك على طول من اللغة إلى لغة أخرى It's used today In conferences and such something like that يعني بتستخدم في المؤتمرات اللي بيبقى فيها Delegates from different countries بيبقى فيها وفود من دول مختلفة They wear the headphones بيلبسوا السماعات And the headphones translate From a language to another language يبقى We are speaking about the second picture بنتكلم عن الصورة التانية اللي هي لما تسمع الهيدفونز دية اللغة بترجمها لغة أخرى Another sentence Is it a motorbike? Is it a helicopter? No This invention is a half motorbike and half helicopter It can push you into the air At the speed of a fast car It's a tool that pulls you into the air بسرعة السيارة لا هي هليكوبتر ولا هي motorbike ولا هي دراجة بخرية هي اختراع جديد ينقلك في الهواء زي السيارة فهي picture number B Okay The third sentence This clever jacket uses an app to make you warmer when the weather is cold This jacket يحتوي على تطبيق من التطبيقات لما الجو بيبقى بارد بالتطبيق ده انت بتتحكم فيه وبيحول الجو البارد يشعرك بدرجات الحرارة يعني بيزيد الحرارة عند برودة الجو يعني يشعرك بالدفئة أكتر فيه تطبيق لتحويل الجو أو لتحويل الجو من بارد إلى حار أو دافئ date picture number C This kind of clothes is found in Japan I think يعني النوع ده من الملابس موجود في اليابان التالي Another sentence Change roads into solar panels This invention uses strong glass that can drive and make electricity at the same time يعني بيقولك تحويل الطرق إلى solar panel سولر معناها شمسي وبنال معناها وحدات شمسية أو محودات للطاقة الشمسية تخزن الطاقة وتحولها تخزن طاقة الحرارية بتاعت الشمس وتحولها إلى كهرباء أو طاقة عادية فتحويل الطرق إلى وحدات طاقة شمسية ده بيحول تستطيع السفر عليها عادي وتحول الحرارة الشمسية إلى طاقة ده طبعا بكتور نمبر دي أوكي Now we are going to complete the sentences with these words هنستخدم بعض الكلمات اللي احنا عرفنا معناها وين نكمل بها الجمل The first sentence is أول جملة عندي أو أول الكلمات أولا هنقولها مع بعض App, headphones, motorbike, translate, helicopters The first sentence is Are like planes but they don't have wings زي الطيارات ولكنها ليس لها أجنحة فهي Helicopter هي طيارة الهليكوبتر Another sentence Mona always wears She loves listening to music Mona دايما بتلبس وبتحب تسمع الموسيقى فتلبس Yes that's right Head phones بتلبس سماعات الرأس Another sentence There is a or an on the phone Which tells you about the weather In my city يعني في تطبيق في التليفون بيقولك درجات الحرارة في البلد بتاعتك هتبقى App There is an app في تطبيق على التليفون I asked my aunt to into Arabic To into Arabic طلب من عمتي أو من خالتي إن هي تترجم إلى اللغة العربية يبقى to translate أن يترجم إلى اللغة العربية The last sentence The road is not big enough for cars But you can go down it on Go down it يعني ممكن تمشي على الطريق معناها كده كالكسبريشن Go down it on a or an Motorbike تستطيع الصفر أو الماشي على هذا الطريق باستخدام الدراجة البخارية Now we are going to answer the questions Which invention we have heard about or read about in our unit إيهو الإختراع اللي قرنا عنه أو سمعنا عنه في اليونيت بتاعنا Do you think that will become the most used تعتقد أنه يستخدم بصورة كبيرة جدا هل هو The jacket or the headphone that translate Or the half helicopter Or the fly motorbike Or the solar panel I think that it's the headphone أعتقد أنه يبقى الهيدفون سماعة الرأس لأنها بسيطة وممكن تترجم اللغة اللغة فأعتقد أنه يبقى أكثر شيوعا واسخ دائما يبقى The answer will be I think the translation app لهو تطبيق الترجمة in the headphone يبقى يستخدم بصورة أكبر Another question Which of the things do you think won't be used very much in Egypt أي الاختراعات لن تستخدم بشكل كبير في مصر I'll let you think for a while هتبقى تفكر أي الاختراعات الأربعة لن يستخدمه في مصر كثير Yes that's right I think the jacket The weather in Egypt is fine It's not very cold to wear a jacket and with an app to transfer or to emit heat يعني ما أعتقدش أنه نحن محتاجين الجاكت ده قوي في مصر درجة الحرك كويسة فمش محتاجين جاكت يحول أو يتحكم في الحرارة علشان يحسسني بالدفئة فأعتقد إن هو The jacket uses an app to make you warmer when the weather is bad أو cold ما أعتقدش إن ده يستخدم كتير في مصر إن أنا محتاج جاكت يستخدم تطبيق ليشعرني بالدفئة What invention do you hope we will see in the future؟ إيه الإختراع اللي تتمنى يبقى موجود في مصر أو تشوفه في مصر في المستقبل؟ I think that the solar panel اللي هي الوحدات الطاقة الشمسية changing the roads into solar panels تحويل الطرق إلى وحدات طاقة شمسية تخزن الحرارة وده يبقى مفيد جدا في مصر علشان عندنا The sun always rises everyday الشمس بتشغق دائما كل يوم for long time لفترات طويلة فنخزن هذه الحرارة وننتج بها طاقة Now we are going to study or to explain a part of grammar which is the future simple tense هنشرح دلواتي جزء من الجرامر وهو زمن المستقبل البسيط Let's see what we are referring to by the future simple tense تعالوا نشوف معنا كلمة future simple tense المستقبل البسيط إيه؟ تعالوا مع بعض نشوف الزمن المديد بتاعي Let's see what do we mean by future simple tense تعالوا نشوف مع بعض احنا بنعني إيه بكلمة المستقبل البسيط The future simple tense The first thing we use it to refer to things which are going to happen in the future أول حاجة بنستخدمه لما نجي نعبر عن أشياء ستحدث في المستقبل يعني باللغة العربية بقول أنا ها روح سوف أذهب حلو؟ هنا برضو لازم استخدم كلمة سوفا أو ها with the future مع المستقبل إزاي بقى كلمة سوفا ديت عشان نعبر عن أشياء اللي هتحدث في المستقبل؟ ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي For example The form تكوين الزمن ده بيتكون من إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض subject will or apostrophe LL as a abbreviation يعني بستخدم يا إما will يا إما بختصرها إلى apostrophe LL plus a verb in the infinite form والفعل بعديهم في المصدر بدون إضافات يبقى will أو apostrophe LL والverb in the infinite form مش مع بعض يا إما will يا إما apostrophe LL كاختصار تلك كتابة Okay examples المثلة بتاعتنا I will study English tomorrow tomorrow معناها بكرة مش هقول studied أو study بس لا I will study English هذاك الإنجليزي بكرة مادم في كلمة تمورو ككلمة دا اللي هنشوفها بكمان شوية يبقى I will أو I'll study English Another sentence Next week أسبوع القادم He will أو He will play the final match أسبوع القادم يبقى دا مستقبل يبقى لازم استخدم will والفعل في المصدر Another sentence He will visit our friend أو we will I'm sorry We will visit our friend soon هنظور صدقنا قريبا يبقى هنا عبرت عن المستقبل مع كلمة تمورو وصون و Next week استخدمت will علشان دا كله مستقبل طيب Another sentences In the negative form هنتكلم عن جمل ولكن في زمن أو في شكل الجملة المنفية إزاي بان في الزمن دا؟ قلنا في ال-affirmative will أو apostrophe LL والفعل في المصدر In negative I use not يبقى will not اللي هي won't plus verb in the infinitive form will not plus verb in the infinitive form يعني will not والفعل في الايه؟ في المصدر تعالوا نشوف الجمل examples I will not or I won't study English tomorrow مش هزاك الانجليزي بكرا Okay I will not or I won't or we will not or won't visit our friend soon مش هنزور زملنا قريبا Next week he will not or he won't play the final match الأسبوع القادم لن يلعب المباراة الختمية Now we are going to speak about the keywords دلوقتي نتكلم عن الكلمات الدلة اللي بتيجي مع الزمن دا واللي موجودة كانت موجودة في examples بتاعتنا في الأمثلة بتاعتنا عندي كلمات tomorrow Next Next القادم tomorrow يعني غدا soon قريبا زي ما يجيلك كده قريبا على شاشة مندرستنا يبقى يقولك soon يبقى الكلام ده مش هتعرض دلوقتي هتعرض لسه قريب بعد شوية أو بعد فترة In the future في المستقبل or any following time أي وقت تالي أو أي وقت هيجي في المستقبل أو أي زمن أو يوم أو سنة في المستقبل تعالوا نشوف الأمثلة بتاعتنا I will study English tomorrow بكلمة tomorrow من الكلمات الدلة فخات will Next week من الكلمات الدلة He will play the final match الأسبوع الجاي هيلعب يبقى مع Next week باستخدم will We will visit our friend soon معا سون كمان استخدمنا كلمة will I will travel to London in the future سأسافر إلى لندن في المستقبل يبقى هنا in the future لازم نستخدم معها will أو will not طبعا في الجملة المنفيد We will play in the World Cup Finals in 2022 هنلعب في نهايات كأس العالم إن شاء الله ربنا يسهل كده في عام 2022 في قطر يبقى هنا مع أي زمن في المستقبل لازم استخدم will أو will not إذا كانت الجملة منفية الكيورد كمان ممكن استخدم مع بعض الكلمات زي أو مع بعض الأفعال زي كلمة predict أنا بتنبق I think أو I predict tomorrow will be very cold tomorrow يبقى بتنبق بشيء في المستقبل يبقى مع predict أو مع promise بوعدك I promise I will help you والله بوعدك هساعدك لما جي بوعد بعمل بوعد عن حاجة لسه هتحصد كمان think أعتقد I think they are very clever and they will win the prize هما أزكياء وهيفوجوا بالجائزة وكمان hope and expect بتوقع يبقى predict و expect بيتنبق وبتوقع promise و hope بيوعد و بيتمنى و think كمان من الكلمات اللي بيجي بعدها future symbol تعالوا مع بعض نشوف الإجزاملات بتاعتنا I predict بتوقع بمعها will not a wall that Egypt will win the next world cup بتوقع رمصة هتفوز بكاس العالم القادم كمان I promise I will help you with the match with the math homework بوعدك هساعدك في واجب الرياضة كده احنا اتكلمنا عن future symbol اتكلمنا عن the use لستخدام the affirmative and the negative form of the sentence الجملة المثبتة و الجملة المنثية و كمان key words let's continue our episode تعالوا نستكمل مع بعض الحلقة بتاعتنا Now we're going to have some exercise on using the future simple tense هناخد بعض التمرين على استخدام زمن المستقبل البسيط اللي بيتكون من will plus the verb in the infinite form or will not بستخدم زي ما قلنا في الجملة المثبتة will او بستخدم will not في الجملة المنثية with the verb in the infinite form ووعدهم الفعل في المصدر مباشرة for example بنقول ازاي بنستخدم زمن المستقبل to refer او لي بيستخدمه to refer to something will happen in the future بيستخدمه لي التعبير عن شيء سيحدث في المستقبل بيقولي هنا complete the sentences for the listening with will or will not هنتكمل الجمل باستخدام will او will not about the inventions we have studied about عن الاختراعات اللي احنا اتكلمنا عنها تعالوا مع بعض نشوف the machine be able to fly very high اللي هي half helicopter and half motor pipe will able to fly very high or will not هتبقى قادرة انها تطير عالية او زي الطيران العادية ولا لا اعتقد ان هي هتبقى will not or want لن تكون قادرة على الطيران لمسافة عالية number two I think lots of people want to buy one of the headphones اعتقد ان معظم الناس يبقى عايزين يشتروا الهتفون that translate from a language to another language اللي بترجم من لغة لاخرى اعتقد ان الناس عايزة ده يبقى will يبقى people will want to buy number three these headphones help people speak other languages الهتفون هتساعد الناس تتكلم لغة اخرى I don't think they will be able to speak but they will be able to translate and understand مش هقدروا يتكلموا ولكن هي هتترجم لهم فقط يبقى it won't help people مش هتساعدهم يتكلموا هي بس مجرب بالترجم okay maybe they make one of to help people to be cooler in Egypt اعتقد ان هما ممكن يستخدموا هذا التطبيق ويساعدوا الناس ان هو يبقى اكثر يعني في جو راطب كده شوية في مصر هيبقى في حرارة بس لا ممكن هي يحول الجو من حار الى راطب يبقى هنا هنستخدم كلمة will هيستخدموا تطبيق لجعل الناس في جو اكثر رطوبة او جو جيد I hope they build lots of these solar panels in Egypt اتمنى ان هما هيقدروا يستخدموا هذه الوحدات للطاقة الشمسية ويبنوها في مصر يبقى they will الآن سوف نستخدم كيف تصبح اتمنى 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 المستقبل البسيط اوكي يبقى question form we know that when we form a question ما احنا عارفين لما نجي نكون السؤال we begin with the assistant verb for example نقول علي will travel to Alex in the sentence there is an assistant verb في الجملة في فعل مساعد اللي هو will وزي ما قلت to form a question عشان نكون السؤال ببدأ بالفعل المساعد after the question article بعد اداة بصفها يبقى if we begin with when مثلا aware هبدأ بالassistant verb اللي هي will then the subject بعد كده الفعل علي travel where علي travel بنبدأ بالفعل المساعد طيب if the question begin with will لو السؤال بدأ بwill the answer will be yes or no it's the form that we used in that conversation or the dialogue الجمال ديه والاسئلة والرده على الاسئلة بنستخدمها في نموذج أو جزئية المحادثة يعني بيقولي will you help me the answer will be yes or no يبقى yes or no i will yes i will or no i won't want يبقى to form a question عشان اعمل سؤال i begin with the assistant verb ببدأ بالفعل المساعد اللي هو موجود عندي اصلا في الجملة ودي حاجة سهلة جدا بستخدم will بعد اداة الاستفهام او في اول السؤال زي ما احنا شايفين يبقى where اداة الاستفهام ما هي ان كانت وبعدين will ورجع للفعل تاني where will علي او لو الجملة بدأت بwill او سؤال i'm sorry بدأ بwill i answer with yes or no ببدأ الاجابة بتاعتي بyes او بno yes i will or no i won't حسب الجملة بتاعتي it's very easy to form a question and to answer it سهل جدا ان اكون سؤال في زمن المستقبل وكمان ان انا اعرف اجاوب عليه let's continue our episode تعالوا مع بعض نستكمل الحلقة بتاعتنا بعض نستكمل الحلقة بتاعتنا بعض نستكمل الحلقة بتاعتنا بعد ما عارفنا زي نكون سؤال وصلنا تقريبا لنهاية حلقتنا النهاردة وكمان how to form a sentence in the future simple tense using will or will not plus the verb in incentive form عارفنا زي نكون جملة في زمن المستقبل البسيط بستخدام will or will not وكمان how to form a question and the keywords tomorrow next or soon or in the future or any following year that's all for now till we meet again thank you and goodbye